رئيس عباس الوزير عباس كامل اجرى مباحثات مع رئيس وزراء اسرائيل لتثبيت وقف اطلاق النار عشان نتأكد ان وقف اطلاق النار مستمر ثم التقى مع وزير الدفاع الاسرائيل وملف التهدئة والاسرة لان فيه اسرة في الاسطينيين كتير ثم التقى مع الرئيس محمود عباس ابو مازد في رامالة ثم اتفق معه على ايه اللي ممكن يحصل في الايام القادمة وتوجه لقطاع غزة وبرفقة وزراء من السلطة الفلسطينية خدم معاه علشان يقودوا مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وبحث مع قيادات من حماس وقيادة حماس في غزة تثبيت وقف اطلاق النار واعادة الاعمار كلمة اعادة الاعمار دي عايز اقولكم ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه وبدأت ببداية دخول المعدات تعارفين طبعا احنا عندنا الرئيس السيسي احنا يعني انا حبدا ان انا اتكلم على هذا الشخص الراجل ده اطرف الشغل ما عندوش ما بيتفهمش ده فعايز اقولكم ان الرئيس وجه الجهات المعنية بسرعة ادخال معدات المساهمة في اعادة الاعمار بسرعة توجيه المعدات بتاعة اعادة الاعمار يعني يروح الوزير عباس كامل وشاف المواقع وشاف الدنيا ماشية ازاي طبعا نقلت هذه الصورة وبالتأكيد هذا الرجل ما كانش لوحده طبعا اللي انتو بتشوفوه دي قوافل المساعدات والقوافل المستمرة في قوافلة تالتة او رابعة تقريبا كده وكويس انتو بتتكلموا بقى على معدات البناء اللي هتخش الى قطاع غزة انا داخل علشان اعيدة بناء هذا القطاع لما هدخل بهذه المعدات والمهندسين المصريين والناس اللي داخله الناس دي هتحس بالفرق بسرعة خدوا بالكم ان الناس دي كانت بتسمع عن وعود بتسمع عن تبرعات ما بتشوفش نزجتها ايه الشعب الفلسطيني نفسه يسمع عن التبرع لانشاء 200 مدرسة ولا الطروة كانوا في يوم من الايام بيدوروا على ازازة العربية يضطروا يهرموه من الانفاء اللي بعد كده استغلت هديهات اخرى بس خلاص ما انا غالش نتكلم في الماضي انما انا عايز اقول لحضراتكم ان طالما الرئيس قال دخلوا المعدات وبدأوا الشغل انا بقول لكم كلها اربع خمس تشهر وتشوفوا شغل شغال على ارض الواقع في غزة ويا اهل غزة احنا في مصر ما كناش مصدقين لغاية لما شوفنا بعنينا الشعب الفلسطيني حيشوف فعلا القدرات بتاعة المهندسين المصريين والشركات الاعمار المصرية النهاردة اللي بتعمر جوه مصر لما هتخش تعمر في غزة وتبدأ في البناء وساعتها اللي انا بصيس له ايه هو حد حيقدر يضرب لك اللي انت بتبني ده يهده تاني محدش هيقدر يعمل كده هو يضرب في حتة البيوت القديمة مش عارف ايه الحاجات اللي واقعة بيضربوا فيها ما هو اسرائيل لما بتدخل بتضرب في كل حتة انما لما تعمل بقى مدن جديدة لما تبني مساكن جديدة ده انت لو قربتلها بنبلة العالم كله حينط فيك خلاص بقى مهو كفاية بقى مش محتاجة ان انت تقعد كل محد يبني تيجي تدمر لاني